رجل كريم يد وفرطة يحب يبصط الرجال الي بيشتغلوا معا مش ان كده اعملتكم حقوم كبيرا رادي؟ اه 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 اي اي رادي؟ رادي طبعا يا باشا بس يعني اللي بأعوزا الكلام دي يا صديد لما نسلم البلع لا يا باشا احنا هنسلم ونستلم ما ينفعش ما ينفعش ازاي يعني واحنا بنشتغله في الف ولا الفين دي ملايين ملايك لازب تسلموا البلعا الاول وبعدين نوزعها ونبضوا تماناها ونصيب كل واحد ياخدوا عاديا طيب وإحنا يعني إيش دماننا أنتوا ما تدوناش الطرشة وتاكلوا حقنا كلام رجالة يا زيل كلام رجالة اللي يشتغل معنا لازم يصدق كلامنا ماشي يا باشا ماشي نمشيها كلام رجالة أيوة بس يا عنا مبسش يا زيل مبسش تمام يا باشا ويرت يعني توصل أجمل تحية وسلام ملعبد الفائر لله حرب المادي وكوز اللاشعر للباشا الكبير وكل الناس اللي معه يوصل يوصل يا حربي بس وعاك تنسى المهم السرعة طيب يا باشا وإحنا يعني على اتنصال مع بعضين وأنا مستمي تلفون منك عشان تقولي على المعاد ودلوكتي اطلعوا مع مفيد عشان تشوفوا المخازي بيال مع السلم ايه خلصتوا مع حضر به كله تمام يا عموم يا ميال بولك ايه يالله عشان أوريكم المخزن للمحاجر هل تحبوا تيجوا معي في عربيتي ولا تيجوا في عربيت كنتم لا احنا هنيجي في عربيتنا عشان اتكى على الله نشوف ريزنا من بره بره بيالله مش كون روحنا معا في عربيتو حسن عربيتك دي محكاعة هازح انت هتري قاضع العربية ولا ايه عمرتك العرجة ودل في موضوع عيز اتكلم معاك في موضوع ايه اركب بس اقولك في السكة احمن ايو امان ممكن دي يا خير هيا نشوة مدادش لا موجودة بس بلى بتع ساعك كده مش عارف رحت فيه بتعايزها في حاجة؟ لا يا عمر لا عايز اشوفها ولا اعوزة كلام عن إذنك. ادخل. صباحا خير. صباحا نوم. من عين بي موجود؟ موجود بس عنده ناس. تفضل استني. متشكر. ده يفعي خارج. اه 네 أم زين مالك فيين؟ من ساعة نقابلنا عن طرف وأنت لاوي بوزة. ايو الآن؟ موافعا ده وفokoрод نقينا هذا القطر. آيفردا ما بني أتمنى لنا؟ الثقة يا زين وبعديني نظبط المثائل بحس أن نضمن انحقنا ومحدش يقدر يأكلوا علينا طيب ورشوان يا حاربي مالو دراخ رشوان دراجل شراني لازم احنا مخطط لكل حاجة ونعمل حساب كل حاجة ما تقلقاش يا زي احنا بس نخلص المشوار بتاعنا وبعدين عدي على بصلاح نضرب كوبايتين الشاي التمام ونزبط كل حاجة ماشا يا حاربي ماشا انا متسكرة قوي قوي يا ناين بي ماشا ايو يا ماشا انا مساء اماني مصري موجودة حاكرا تضاري تتفضل هم بتشكل تعالي يا امان تعالي وفين الباب وراك ها خلصت اللي طلبته منك ايو يا فاني اتفضل ده تفريغ اللي اخر اللي كأليه مع حاربي برافو يا ماني برافو نعم دي بالنسبة لموضوع ناشو انا كنت احب اكد لحضرتك ان الموضوع تأكديني على ايه انا متأكد من كل حاجة او عارف كل حاجة ما تلايش خلص حضرتك عارف اماني انا راجل قديم وخبرتي في الحياة الكبيرة اوي مستحيل الكلام الفرج اللي قالته ناشوة ده اخش اتباقي اعودي يا بنت اعودي ياه متتصورش يا فانديم انا قدي ايرتحت بعد كلامك ده سيبك بقى من حكايات ناشوة دي وخلينا في شولانا احنا البطل اللي انتي ايه تكتبي عنه ده اسمه حرب المهدي مظبوط مظبوط يا فانديم طب انا يا اماني عايز اقبله حضرتك تقابل حربي اه ايه مالك مستغربة ليه مدهشة ليه طبعا عايز اقبله ويشرفني ان اقبله حرب ده نموذج للبطل الشعب الحي لازم كلنا نبقى فخورين وسعداء بيه اه اماني لازم ساعدين ان انا اقبله ولا انت شايف حاجة تانية غير كده تحت امرك يا فانديم دي فكرة عظيمة قوي وهتدي ايه مكبيرا للموضوع خلاص انا عايزك تتصل بيه ولا اقولك تروحي وتجي بيه وتيجوا على هنا المهاردة في الجريدة لان انا مش موجود بكرة انا هفضل قاعد مستني يا ماني مش هروح الا ما اتجي بيه وتيجي دي حتة مقطوع عما فيها السريخة بنيومية وده المطلوب يا اخ زين المخازن دي فيها كوردة مع بيها الاخر حلوهاوي بكرة الصبح على الساعة عشرة كده هبعت الرجالة بالعربيات يحملوا اللي يقدروا عليها وانا هبعتلك عمال من عندي افتاحوا المخازن ويساعدوكوا في تحميل العربيات طيب ان شاء الله بينا احنا بقى حربي في كزا مشوار لازل بنعملهم يلا يضبك لتك يا الله سلامة عمون فيه ثانية واحدة بس بالنسبة للبضاعة اتفعتوا معان تربيع المعد هنجهز ونبلغو سلامة عمون فيه معالف سلامة معالسلامة والقلب دعيلكم سلامة حبيب موسيقى إن المب教ي سجد أيها سعدتي الباشا أنا تحت أمر سعدتك الليلة إمتى يا باشا حاضرة باشا حكون عندك فالمعد بالظبط أنا دايماً موعيدي مضبوط يا باشا مع السلامة تفتكر أبا ضايا قد عملية زي دي ده ما حيصدق يا باشا عايز ياخد طارو من حاربي وزين غير بقى أن حاربي عامل له عملية تجميل في وقشه يا باشا أنا بسألك سؤال محدد قدها ولا لا؟ جاوبني خلاص نبعت كم راجل من عندنا يساعدوا في العملية انت بجنون اقوعة تعمل حاجة زي كده أنا عاوز أكون برا الصورة تماما عايز العملية دي تتم من غير ما حد يحس بينا مش عاوز شو شرع أما أنت و الرجالة بقى ليكوا مهمة تانية مهمة اي بقى يا رشوان بي بعدين بعدين هابقى رسيك على كل حاجة أوامر خباش المهمة تروح تجيب اللي اسم وهو ده من أي دهية تفهموا الموضوع وتتفق معها على كل حاجة خد تدي له دول يروح يجيب عربيات ورجالة بعيد عننا المهم ينفس كل اللي تقوله عليه بالحرف الواحد على فكرة زين عنده حق في كل اللي بقوله يا حربي اخصى الموضوع الرشوان ده يخوم ما احنا جايين لك عشان كده يا متر؟ حكاية كده ابتدت تتعقد زيادة يعني ايه؟ هنكش مالك ونرجع لخانة اللي أكي من تاني؟ لا طبعا لا فيش رجوع خلاص اقول لك يا عام المتر احنا نفضل رايحين جايين من شطرانج على الطاولة كده كتير ولا ايه؟ ما تحلها لنا وتشوفها تعملنا ازاي في الليلة دي؟ لا دي تسيب حالك كده ادورها في دماغي على هداوة عشان عايزين نأمن نفسنا كويس اول نابة ابو صلاح وحياتها ابو كشيخ سويها كده على نار هادية وسلطانها على الاخر لا حسن على رأي عنطر اللعبة خطر والغلطة بفورة لو سمحتي يا ممكن دي يا؟ ممكن ما ممكنش ليه؟ اقمر يا عامر هو كوماندا فين؟ توصد الرئيس حربي؟ هو في كوماندا غيره ولا ايه؟ الحقيقة لا بس هو مش موجود دلوقتي هو خرج هو والمعلم زينه لنسا ما رجعوش ممكن ساعتك تدينه رنة على المحمول بتاعه عادي معفول من الصبح اه يبقى البطارية عملتها معاه وسخعت مجايز بقولك يا انا هجيله كمان ساعة لو جيه خليه يستنيني ضروري ماشي يا كيمو خدام الكيمو ماشي يا كيمو؟ يلا بابا الله يسهلنو بقيعت طاير مات انت يا قياد انت وهو؟ مين في كل سرع الشق؟ مشانو والله يا باشا هقول لعملها تكدام يا باشا ما عملتش حاجة مش عايزين تتكلموا؟ براها عادكم مش شويش سيد رميهم في الحاجز والصبح يتعرضوا عن نيابة امرك يا باشا يلا بابا راوف عايزك تطلع تعين الشقة وخد حد ما عاكم المعمل الجنائي تحاولوا ترفعوا اي بصمة غريبة جواها تحت امرك يا فاند راوف هو اصله النهاردة عيد ميلاد حمزة ابن مش ناس يا فاندم وعمل حسابي عدي على ساعتك في البيت اها كويس اوي انا بس حبيت افكرك يعني وان شاء الله هيبقى على الساعة كامة ستة بالليل هكون عندها حضرتك في المعاد بالتمام بعد اذنك فاند فضل المعلم انا في باشا انا مش بسدع نفسي الخمارة دي دخلت التاريخ فضل خش التاريخ اه دين يا ابن فضل يا باشا معلش يعني لما وارزة لهم على قد ما وصم فضل ساعتك فضل احسس كده ساعتك ان حماتك بتحبك سبقتك بقولي ساعتك ايه مزاجك ايه بقى برندي أوزي فات عشرين فات خمسة وتلاتين ولا فات المعاد اه خشوك عزائل عيزك بي موضع مهم أمورني بين وبينك لو سمحت انت رادف Grade ش من نكلوم طوب رسيد الناس حضرام علس أمورني رشوان بي عايزك في شغلنا مهمة قاول أنا تحت أمر رشوان بي لا يا حبيبي لشغلنا بسهلة خطرة يروح فيها رقاب طلبات رشوان بي على رقابتي من فوق كل اللي يقول أنا هننفذه أنا معها الموت كفايا نسمو رشوان بي